هل الولايات المتحدة لا تمتلك القوة الكافية للدخول بأي احتكاك مباشر؟ لا 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 الامريكان احنا قاتلناهم بالتسعين وولايك فيهم ثلاثة نعرف اصدق قتالهم الامريكان اذا ما يحشدون قوات كافية ويحشدون شوفي انتبه يسأل على عملية حارس الازدهار اللي دي عملوها بباب المندب ما دخلوا وحدهم اتوا بعدة دول الانتحاد الاوروبي وغيرها وغيرها واخدوا دولة عربية هميا من اجل حسب ما يقولون انه فرض السيطرة على التجارة في باب المندب فالامريكان اولا تحشيدهم بطيء جدا مو مثلنا يعني كنا بالجيش من رد نتحرك فورا نتحرك يعني من الجنوب الى الشمال او من الشمال الى الجنوب قد يستمر اسبوع واحد لا هم مثل هذه الحركة طويل عدهم اشهر اشهر لان معداتهم ثقيلة التحشيد لظروف خاصة لانهم مكانهم عبر البحار والمحيطات مو من السهولة فلذلك لكن هم موجودين حاملات الطائرات موجودين الفرقاطات الطائرات القواعد الموجودة في القليج وفي تركيا فاذا انا قلت اعتقد بعد حرب افغانستان وحرب العراق امريكا لا تدخل حروب برية لا اعتقد لديها لقولك اقصف هون فوق احقق اهدافي من الاعلى على رغم انه هذا ما يحقق نصر كامل اللي يحتاج المقاتلين على الارض لكن يعني يقولون بان هم خلص يوقعون اكبر نسبة من الخسار طبعا يعني ما اخفي عنك الوضع محرد جدا الحكومة وساعد الله السوداني على هاي الاسمة يعني احنا العراق من يوم امس الى اليوم هاي الساعة اربع حوادث امنية خطيرة يعني ضرب قاعدة عين الاسد ثم المشكلة اللي صارت في حي العامل ثم الضربة الامريكية بالارضة ثم اكتشاف جثث هؤلاء الصيادين الكويتي والسعودي يعني احنا ناقصتنا مشاكل يجون صيادين من دول الخليجين قتلون عندنا وهي هم مشكلة هم اثارة نوع من تشويه السمع عن العراق يعني هاي هم مشكلة صيادين جايين ويطلعون وحدهم بالصهراء هذه هم اثارة مشاكل داخل العراق ما ناقصها العراق ابدا شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من ايضاحات الخبير الامني والاستراتيجي استاذ سرمد البياتي كنت معنا